السؤال ده بيقول The table shows the electronic structure of four atoms Which two atoms combine to form a covalent compound وحنا عارفين ان الان covalent compounds دي بتتكون مابين النون متل بس انما الايونيك كمباونز بيتكونوا مابين متل زائد نون متل يبقى احنا مطلوب مننا نعرف الاتمز دي متل ولا نون متل عشان نقدر نحدد هيعملوا ايونيك كمباونز ولا covalent compounds W عندها electronic structure 281 طالما عندها one outer most electron يبقى اكيد هي متل لان احنا عارفين ان groups 1 و 2 و 3 دول متلز وgroups 4, 5, 6, 7, 8 نون متلز واحنا برضو عارفين ان group 8 مش بيعمل اي كمباونز خالص لان هما noble gases و stable فمش هينفع ان هما يعملوا اي كمباونز يبقى atom Z ده out of question مش هنكونسدره خالص اما بالنسبة لاتم W فده متل ومش هيعمل اي كوفيلينت كمباونز يبقى برضو مش هنقدر نعملوا اي consideration مش هناخدوا في الاعتبار اما X و Y فدول الاثنين non metals لان هم عندهم 4 outermost و7 outermost يعني دول في group 4 و 7 فدول non metals يبقى فعلا ممكن يعملوا كوفيلينت كومباوند مع بعض X و Y يبقى الاجابة X and Y الاجابة C اشتركوا في القناة